موسيقى يعني بحضواتكم مرة أخرى أعتقد يا أحبان في البرنامج داتا قريبا سنة وشوية سنة وشوية أنا فاكر تاني حلقة في البرنامج كنت متحدث عن فكرة أنه اللعيبة يا جماعة اللي أصولها مصرية اللي موجودة في أوروبا لازم ندور عليها لازم نقعد نبحث عنها عشان دي المنتخبات الكبيرة في القرارة الأفريكية بتعمل كده سنغال تشوف مين اللي أصله سنغالي الغانة نفس الأمر المغرب الجزائر تونس بيقضوا يدوروا على لعيبة موجودة اتربت وعاشت في أوروبا بس أصولهم من جنسية البلد فينفعوا المنتخبات الوطنية أفضل حد بقى ممكن يكون يشتغل على قصة دي من زمان هو زميل العزيز وسيم أحمد اللي معايا دي في هذه الفقرة وسيم مشرف ومنور حبيب ربنا خليك أنت اللي مشرف ومنور يا كريم وسعيد الحقيقة بوجودة معاك دي ممكن أول مرة ينتقل مع بعض تشرف دي اتأخرت اه تأخرت لكن يعني أنا سعيد فعلا أنه موجود معاك ويعني أنت بتقول بقى لك سنة أو حلقة أول حلقة 8 سنة أنا عايزة بقى من 2008 أيوك تسعر انا عارب 15 سنة اه انت 15 سنة شغلق على القصة دي شغلق القصة كان فيه ويبسايت على أبقى تذكر كان اسمه إي بي أرينا إي بي أرينا ده كان في البداية فعلا طبعا وبعد كده يمكن يعني ما كملناش بقى لظروف يعني خاصة بالتمويل والكلام ده كله لكن كان فعلا كان بدايتنا في إي بي أرينا ومجموعة عمل كبيرة كنت بتشتغل على القصة دي أنا فاكر كويس قوي بالضبط انت قشتر ناس كنت بتشتغل على القصة دي ألاقي ناس ما حتشرف أنا حاجة وفجأة هي موجودة في المنتخبات الوطنية يعني عدد قليل طبعا احنا مشتغلناش على القصة دي كويس طبعا بس الأول الفكرة بشكل عام بتفكر فيها ازاي احنا نريصنا ايه عشان نقدر نوصل لمرحلة نبقى عندنا مثلا زي ما بيحصل في الدول الأفريقية كبيرة تلاقي تلتمئة ربعمية محترف هما من أصول البلد هم يمكن مش كلهم طلعين من البلد صح صح يعني يمكن البداية زي ما انت قلت وفي 2008 لازم أذكر كمان زميلي في وقتها أحمد أحمدي كمعايا في إي بي أرينا كان يعني واحد من الناس اللي بدأوا معنا القصة دي وكان يدور كبير مع استفان الشعراء وكانت أول كيس بنسمها استفان وهي دي اللي يفعت نظرنا انه لا طب واضح انه بقى في عندنا القصة دي كتير وابتدت فعلا ان الرحلة تستمر وبعد كده بعد أحمدي بقى في كمان أحمد زاكي أنا بذكر الناس ان دي ناس اشتغلت معايا على طول الفترة اللي فاتت وده مجهود عظيم جدا وكان لازم يشتغل من بدري طبعا طبعا يا كريم ففي دخل معنا بعد كده هشام عطا أحمد زاكي مؤخرا كما أحمد شعلان فريق عمل دايما بيشتغل على القصة دي انت بتقول بينقصنا اي يا كريم انا اسألك سؤال انا لو جيت سألتك النهاردة احنا عنديها كم لعب من أصول مصرية بلعب في أنديا بر هل عندك اجابة هل عندك ايش معلومة طيب لو سألت اي حد مسؤول عن رياضة في مصر في التحاد الكورة في التحاد الكورة في وزارة الشباب في أنديا في اعلاميين هي مسؤولية أولى عند التحاد الكورة احنا مفوض نعرف المعلومات دي من التحاد الكورة يقول مثلا قاعدة البيانات اللي عندي في مثلا 500 لعب أصلهم مصري في أوروبا فانا اسألها لا اسألوا يعني على فاكرة ده مش دورك في الأصل ده دور التحاد الكورة هو اللي مفوض يعمل كده فهو ده أنا بأتكلم فيه أنه لازم يكون فيه زي ما انت قلت قاعدة بيانات ده مش موجود دي اشتغلنا عليها لفترة السنين اللي فاتت كلها والموضوع خبت بلدك موكد جدا جدا لأبعد الحدود وإحنا الحمد لله نتبنى من الموضوع ده فعلا عندنا رغبة في أن احنا عايزين نساعد بلدنا يعني موضوع بحب احنا بدينا من الموضوع ده عمرنا ما خدنا مليم مقابل لي ومش مستني لسه ولا مستني مليم ولا مستنينا حاجة بس عايزين نساعد أن احنا فعلا بس الحاجة اللي الوحيدة بنستنيها هي التأدير المعنوي على أقل يعني على أقل لما تعمل حاجة تازل تقوله والله شكرا فلان فلان يتعب وعمل معا ما جيش في الأخب برضو تتعب ويطلع عينا كاية زي ما بيقوله وحتى ناس ما تلاكش شكرا بس التأدير ده خدته مؤخرا من وزارة شاور من وزير دكتور أشرف صبحي مظبوط آه طبعا يمكن مؤخرا ويمكن لسه مبرح يعني بشكره طبعا على الهوى لاستجابته ويمكن يتكرمنا أكتر من مرة ومبرح يعني هو أتحدث معي وقال تعالى وعايز يعمل الموضوع ده بقى قاعدة بنزل بنتكلم تكون موجودة ويبقى الشغل الرسمي مع الأولاد اللي برا من خلال الوزارة لأن طبعا في الآخر لما بتبقى بتتكلم وانت واحد متطوع غلما يكون الكلام من جهة رسمية في الدولة ده بيديك كمان ثقل يعني نقدر أقول إنه إن شاء الله بتفاقل إن اللي جاي يكون أفضل كمان رغم أنه حنستعرض وقت يقولنا وهنقول أسماء نجاحنا إن احنا نجيبها الحمد لله للمنتخبات مصر لكن إذا كنا عملنا ده بمجهود فردي وتطوعي فأعتقد إن شاء الله بالخطوة اللي عملها واستجابة ليه معايا الوزير ممكن إن شاء الله لفترة اللي جاية يكون المرضود أكبر وأوسع إن شاء الله ففعلا قال لي تعالى هنه نعمل الموضوع ده من خلال وزارة الشباب يبقى فيه مركز المعلومات خاص بكل اللعيبة اللي برا يبقى عندها بداية بيز كاملة ونبدأ نتواصل مع لعيبة بشكل رسمي ونبدأ كمان نتواصل مع اتحاد الكرة بشكل رسمي عشان نتم الاستفادة من اللعيبة دي هاي مين بقى اللعيبة اللي احنا هنشوفهم في منتخبات مصر تحديدا منتخبات النشئين والشباب الفترة اللي جاي اللي انتوا اشتغلتوا عليهم وهيبقوا إن شاء الله حاجة مبشرة للفترة اللي جاي خلينا أدي لك أمثلة لنماذج نكحة اشتغلنا عليها الفترة اللي فاتتها وفايل عمل معايا زي تيبو غبريل واعتقد تيبو ناس شافته مع منتخب النشئين المصري مع كابتا محمد وهبا يمكن للأسف المنتخب خرج من التصفيات لكن الناس كلها وقفت قدام الولد ده قالت الولد ده مين وجيز زاي هاي عنده كم سنة سبعتاشر سنة سبعتاشر سنة اللعب ده كوالت رائع أنا عايفنا هو بيلعب سنتر باك وبيلعب ديفندر كمان بيلعب اه هو يحب دايما يلعب رقم ستة في نص الملعب لكن كمان بيلعب سنتر باك زي ما انت قلت لما فرجت على مباراة للمنتخب المصري النشئين قلت ده كوالتي مختلف هو ده هو تيبو غبريل وتيبو يعني بازلنا مهود كبير في التواصل معاه بيلعب في هوفنهايم هوفنهايم وولد ممتاز جدا شوف شخصته كمان فرق معاه جدا كريم فقت معاه جدا في الانسجام من اللعيبة القليلة اللي عنده اللغة المصرية بيجدها بشكل تام صح طبعا ده مش عايز اقول انه هو عائق يعني بالنسبة لبقى اللعيبة لا يقدروا يخشه بس ده كمان سهل اكتر لتيبو الانسجام السريع هاي عطول انه بيتكلم تحس انه هو جاي من شبر هاي ما تحسش انه هو من المانيا سمعته سمعته في انترفيو اه بالزبط طيب ده تيبو غبريل هو بيلعب في هوفنهايم وعنده 17 سنة زي ما انت بتقوله بيلعب في نص المالحة المدافعة وساعات بيلعب سنترباك حسب معلوماتي بالزبط في كمان لعيبة قدمناها لنفس المنتخب كمان زي امير صالح في اوترخت الهولندي وكان فيه كريم احمد الناس كلها امير صالح بيلعب مركزه ايه كريم صالح وينج رايت ووينج ليفت بيلعب في اوترخت برضو نفس السن طبعا هو امير صالح اه بالزبط مريد 2006 وامير معه تلك جنسيات برضو مع الجنسيات المغربية والمصرية والهولندية وعايز اقولك انه منتخب المغرب يعني كمان التواصل معه اكتر من مرة عشان يمثل منتخب المغربي اللي نشئين لحد ما الحمد لله اقناعنا انه هو ييجي انا عايز اعريك صورة يعني وحنا بنسترد يعني فيه كريم احمد ده في ليفر بول بس اعريك صورة بتجمع الخمسة مع بعض لما جوم لا مش ادم قبل ادم فيه كريم احمد في ليفر بول الانجليزي الناس كلها يمكن مؤخرا الشورة الجماعية يا جماعة اللي فيها الناس كلها اه بص يعني بص بص السورة دي دي كانت في شهر تلاتة اللي فات ده كان اول نضام لتيبو اللي شفنا بعد كده بقى مؤخرا مع منتخب كان تيبو ده اللي في النص تيبو اللي في النص تيبو بالزبط في فوفنهايم سليم طالب ده موهبة عايز اقولك جمدة جدا جدا برضو في نص الماء برقم تمانية ده بيالع في هيرتابلين في هيرتابلين هايل كريم احمد في ليفر بول الانجليزي بس هو اصغر منهم بسنة ويمكن حتى هتلاقي شوية الجسم كان اصغر شوية هو من 2007 مركزه ايه برضو صنع العاب وجناح هايل وبالمناسبة لعب اول انبارح او من ثلاثة ايام لأول مرة مع فاق تحت 18 اللي هو اكبر منه بسنتين في ليفر بول اه في الاف اي كاب سجل هدف ضد بورنموس والسوشيال ميديا كلها تقلبت عليه لكنس ما تعفش ان انا يعني انا وفريل عمل جبناه في شهر ثلاثة الماضي وكان موجود مع كابتن محمد وهبة والولد نزل وكان مرحب انه يلعب للمنتخب يعني معنا لعيب ممكن يلعب للمنتخب مصر بلعب في ليفر بول طبعا وبقال الجيل ولبس التيشيرت وكان مرحب وبعدين ده سنة سنتين ممكن يلعب النهاردة النهاردة يورجان كروب كان بلعب واحد عام 17 سنة حالى عام 18 سنة في البريميان ليج فده عادي ممكن سنة سنتين يلعب اساسي مع ليفر بول كبير طبعا وده بقى الترند في العالم كله انت شوف جافي يلعب كم سنة في الأول شوف بيدري شوف فاتي امثلة كتير للاعيبة زي ما انت ذكرت النهاردة مع ليفر بول ويورجان كروب طيب ابراهيم حجازي اللي عالمين ده كمان في رايفا يكانوا الاسباني واحدة لعابة المميزة وده اميرة لسه بلعب ايه اه بيرعب وينج ليفت هاي وامير امير زي ما قلت لك وينج رايت وينج ليفت ده امثلة نكحة شوفناها بالفعل يمكن تيبو هو الانضام في المعسكر او جي يعني لعب الناس شافته بقى اللعيبة طبعا ده يعني يرجع الامر للمدرب وبعضهم كان الاوراق المدرب عايزهم بس الاوراق ما كانتش يسه خلصت في اسمها اتانية كمان الفترة اللي جاية اه او خلينا اقولك كمان برضو امثلة نكحة بس مع كابتن بقى محمود جابر انا كابتن حمود جابر برضو بتعاون معايا جدا في مصطفى اشرف في مونشنج لاب باخل الالماني ولعب منتخب المانيا لتحت 18 وكان كابتن الفريق على مدار السنة ونص يا كريم بنحاول ان احنا نجيبو هو على فكرة يعني ما كانش عنده اعترض ابد ان هو يمثل مصر بس كان مشكلته حاجة واحدة بس ايه بقى عايزي لعب المنتخب الاول لان هو كابتن هو شايل شرط الكابتن مع منتخب المانيا وطبعا لازم يكون صراحة وانت لو ابنك بلعب في منتخب المانيا برضو الامر وانت عايش في المانيا وحياتك كلها في المانيا لا اعملي اوبجريد يعني لو انا عايسيب في المانيا فلعبني منتخب اول في مصر هي دي ده منطقة بصراحة يعني الزبط وكون ان هو عايزي لعب المنتخب مصر معناه انه عنده انتماء وعنده رغبة بس عايزيحس ان هو برضو وفي الاخر ده مستقبله لازم هاخد الخطوة وهاجي وحابب مصر بس تعملي زي ما انت بتقول الابجريد نالعب لمنتخب الاول عايزي تقولت النقطة المهمة اي اوش عشان برضو لما بنيجي نتكلم مع الاطفال هم الاطفال يعني يا اطبر شباب صغير تمام لما بنيجي نتكلم معاهم واعطاك انت انت اللي هتتأكد لي ده وتنفيه يعني احنا بتعامل مع اللعيبة دي انه انت وطني ولا مش وطني انت بتحبنا ولا بتحبناش بتحب مصر يا ابني ولا لا هو بالنسبة له هو اصلا رجل يعني مولود في اوروبا اساسا اي واحد فيهم يعني هو بالنسبة له الموضوع كارير يعني هلعب اني منتخب ممكن يفيدني يعني ممكن مثلا على فجأ انا بقول كده الكلام ده على اساس ايه على اساس اللي احنا شوفنا مع الليبة المغرب والجزائر والسنغال وغانا هو كل واحد بيختار مصلحته والدليل مثلا انه كان فيه بواطنج واحد بيلعب في ألمانيا هو بيبص عليها كأنه لفريق انه انا مركزي مثلا هبقى مفيد للمنتخب ده ولا ممكن ملعبش يعني مثلا ممكن معرفش هلعب مع ألمانيا بس هعرف هلعب مع مصر اساسي بالزبط حزبة بالزبط انا بقول الكلام ده هو ده اللي انت بتعيشه معايا بس عشان بتصوير العالم او اللعبة دي بتبقى خينة مثلا طبعا لا لا كلامك مزبوط 100% وده نقطة انا كتير بحاول انها وصالها للناس انه يا جماعة مش فكرة انه يعني اللي هو يقولك ايه انت لازم تشوف التيشرت بتاع منتخب المصري يبقى تيجي جاري وبتاع في نقطة هنا مهمة جدا يا كريم لازم نفرغ ببين حاجتين ببين اللعب وليكن مثلا بيكلم عن كريم رمزي اللي لقى في الاهلي او في الزمالك واتولد في مصر وشرب من نيل مصر واتربها في مصر وجاله العرض من ليفر بول وطلع محمد صلاح مثلا وطلع وراح ليفر بول وبعد كده يجي منتخب مصر عايزه فيقولك لا خدت الجنسات الانجليزية وانا هلعب لانجلترا اه هنا نزعل ده انا عندي بعام مشكلة اه هنا نزعل اه طبعا هنا عندي بعام مشكلة انا اللي بنيتك وانا اللي اشتغلت عليك وانا اللي كبرت وانا عملت كل حاجة بزبط انت ابن البلد وطلع وبتتكلم لغتنا وعايش معانا لكن لما يكون لعب العكس تماما هو ما بتكلمش اللغة بتاعتك هو تولد في فرنسا او في اسبانيا بتكلم اسباني صحابه مدرسته كل حاجة هو بيجي مصر ممكن كل تلات سنين مرة زيارة اسبوع متخيل فكون ان هو بقى عنده ويسا الرابط اصلا مع مصر ده موجود ده حاجة كويسة ونمسك فيها ونمسك فيها ما نجيش نقول له ايه ده انت ما يجي لك تشيرت طب ما احنا لو حب الحزبة دي هو فرنسي اكتر منه مصري على فكرة هو اسباني اكتر منه مصري او الماني اكتر منه مصري لانه هو دعايش هناك بيتكلم لغتهم مدرسته وصحابه هناك فاهم اصلا يا كريم فاهم اوضع ما بتتقسش كده لكن هو زي ما انت قلت الكارير بتاعه لازم هو برضو يحسبها الحزبة زي انت بالظبط يا كريم دلوقتي عندك رجل مزيع وناجح ممكن يجي لك عرض بكرة من سكاي سبورتس هتروح ولا تقول لا انا لازم اشتغل في تفزيون شرف تشتغل في تفزيون بردك بس ده الكارير بتاعك ده نقلة في الكارير بتاعك بتحسبها كده ممكن هنا في بردك يقولك لا بس انت لو كاملت معنا هنعمل لك عرض بالشكل الفراني ده شغلك في الاخر هي لازم لازم تبقى فاهم الموضوع بالشكل مضبوط طيب انا عايز افهمه انك بقى ايه الصعوبات اللي بيتواجه اللاعبين دول عشان يجوا مصر يعني دي مثلا واحدة من الصعوبات انه انت ازاي تعرف تقنعه انه هتستفيد يعني الاستفادة الفنية ليك مع منتخب مصر اكتر مثلا من منتخب المانيا او اسبانيا طبعا دي صعوبة من الصعوبات اللي هبتتعاف فيها ايه الصعوبات التانية اللي ممكن تواجهك لا صعوبات كتير جد يعني اول حاجة اصلا فكرة ان انت والسرش بياخد وقت وجهد فانت عشان توصل للأول ان انت تعمل السرش وتوصل لللاعب وتتأكد ان مصري ده جهد وصعوبة علشان بعد اما تتأكد ان مصري تبدأ ان انت تعرف توصل له ما انت خلاص ممكن عرفت المعلومة كريم رمزي ده بيلعب في ارسنال هو مصري طب هوصل بقى الكريم ده ازاي صعوبة تانية طب وصلت لكريم كريم ده بيلعب في نادي كبير جدا زي ارسنال ازاي اقنعه ان هو يجي لعب لمصر ازاي صعوبة تالتة زي ما انت اتكلمت طب اقنعته تيجي بقى تكلم المدرب مع كامل احترامي المدربين في مصر في مدربين بيبقى عندهم نفس الفكر بتاعك او الرؤية بتاعتك انه يبقى عارف اهمية اللعب المحترف برا وفي مدربين تبقى مع كامل احترامي ليه وما بتلاقيش عندهم الموضوع ده في المدربين يقولك يا عم لأ ما شفتوش لا انا ما شفتوش يا ريت يا ريتها بس انه هو ما شفهوش ودي برضو ليه حل والله يعني لازم اهم دي لازم مع اتحاد الكرة يوفروا انه لما يكون في مدرب بيقولك انا فيه لعب معين في انجلترا في نادي مهم عايز اروح اشوفه لازم من اتحاد الكرة يوفر ده المدرب بيروح ويتفرج مفيش مشكلة يسيدي فدي مش مش ازمة لا اي ازمة عندنا لكن الازمة الاكبر ان تلاقي المدرب نفسه ما عندوش القناعة ان اللعيبة اللي برا دي ممكن تفيدك ممكن يقولك لا انا وانا شفت ده مش هسكر اسماء يعني شفت ده وشفت ده في مدربين يقولك اللي عندنا احسن اي انت بتوح تقوله مثلا عندي لعيب اللي بيلاع في ليفر بول او في نهاين فيقولك لا اللي عندي احسن اه بجد اه والله يقولك لا يعني انا العيبة اللي عندنا احسن فيه 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 ناس مثلا عايزين يبعثوا اللعيب اللي هو في ليفر بول او في ارسنال او او عايز يجيبه يختبره واتبص مع كامل احترامي أهلات اللي عند مثلا المدربين اللي في أرسنل أو في ليفر بول أو أكيد فيه فرقات ده حاجة ما تعبهمش بس الناس دي خدت شهادات أكبر عندهم فأكيد لما يبلعب ده بيتدرب معاهم فأكيد هم ما شايفينه كويس جدا فهو فعلا كويس يعني أكيد معكم افترامي انت يست عايز تيجي تختبره تيجي تقول له هبعات له اختبار مثلا يجي تلات تيام اربعة تيام بيطلبه كده فعلا؟ أيوة يعني انت لعيب زي ده مثلا أنا ما بقولك مثلا فيه لعيب مثلا بيلعب وليكن في أرسنل مثلا أكبر من سنه كمان اللعيب زي ده انت بفوت تجيبه على طول دمعاية يعني ما فيهاش تفكير استحالها يكون وحيش وتلحقه كمان وتلحقه يعني يروح منك بالزبط كده فانت لخير لأ طب أنا عايز أشوفه الأول حتى قال لي قبل كده فيه مشكلة تانية بقى بتواجه اللعبين دول لها علاقة بأمور دي علاقة بجوازات السفر والجنسية ما هدين مشكلة كمان يستطيع لك علي دي آخر مشكلة بقى من الحال الأخيرة ان انت خلاص المدر بقتنع وعايزه والكلام ده كله تلاقي بقى مشكلة فيه ودي حاجة من الحاجات اللي ان شاء الله يعني ناوي بإذن اللي نشتغل عليها مع ذو الشهور لأن دي فعلا بتعطر كتير جدا أنا عملنا كل الجهد ده وتيجي مثلا وليكن فيه بطولة بقى عليها شهرين ثلاثة بتلاقي ان الورق عشان يطلع له يقعد ست شهور مثلا طب وابقى ضع الفرصة لمشاركته في بطولة صح صح دي مشكلة كبيرة انا بشوف انه لازم يبقى فيه ان شاء الله يا رب يعني وتكمع موضوع الخير بقى فيه بروتوكول ما بين وزارة الشباب ما بين وزارة الداخلية انه هؤلاء اللي عابين يكون ليهم مصار تاني مختلف في اجراءاتهم غير مصار اللي موجود اللي بيتم التعامل به مع اي حد تاني ده مش تفرقة ولا حاجة على فكرة بالعكس بس دور جايين في مهمة وطنية انا عايز اقولك انه في المغرب في تونس اللعيبة دي اتخلصتهم اوراقهم في 24 ساعة وانا اولياء امور كتير بيحكولي اللي معهم اكتر من جنسية وفيه ممكن يلعب للمغرب وتونس ومصر وهكذا بيعرضوا عليهم اقول لهم تعالوا بس وحنخلصوك الوراق في 24 ساعة احنا عندنا بياخد وقت ده يعني الموضوع بياخد وقت طويل هنا اخدك ليه سؤال تاني احنا بنتكلم في لعبين مهمين بيلعبوا في منتخبات دلوقتي يعني الشغل اللي انت عملته مع زمايلك لعبوا في منتخبات ناشئين وشباب بس هنا في معضلة اخرى انه ممكن يجي لعب معاك منتخبات ناشئين وشباب وفجأة الواحنا رايح لمنتخب اول تاني كويس الفيفا يسمح له طبع انه انت ممكن تلعب ناشئين او شباب عندي بس تروح لمنتخب جنسية اخرى منتخب اول طبع ازاي بقى بنقدر نحافز على دول ودي من النقطة تانية هل مثلا انا محتاج مثلا يعني اسمه تيبو تيبو غبريال تيبو غبريال ده مثلا بوتنشل شكله واعد يعني صح هنا محتاج دلوقتي مثلا احطه في معاك منتخب وطني جاي وحطه في اي سكواد او اي تشكيل او اي قوام لأي مباراة حتى ودي عشان اضمن انه خلاص انا كده حجزته لا بص انا برضو بحبش افكر فيها بالشكل ده لان برضو انا لو انا مش عايزه فعليا برضو ما اقولش ايه يلا عشان احجزه وبعد كده ما استعداهوش تاني انا كده اضررت اللعب برضو فهم اصد يا كريم انا لازم اكون انا فعلا عايزه بس انت صح انت انسانيا طبعا انسانيا ده طبعا مش هنضر ده بس انا اقصد انه فعلا انا ممكن برضو انا كمنتخبات مصر ناشئين وشباب اعدتش اكونوا دولي ناشئين وشباب وفاجأة لايتي ومسلا راح يلعب في منتخب المانيا الاول فهم اصدقى يبقى فرحتي بقى انا عادتا لعبه في ناشئين وشباب واختار المانيا في الهنة في النهاية فانا مفهول نتعامل مع الموضوع ده ازا عادتا فكر فيه اه لا هو الموضوع كله متوقف على الجانب المصري هنا وجانب المصري ده المقصود به المدرب زميله في الفريق تعامله مع الاداريين اللي بتعامل معهم او المسؤولين طول ما انت محسس الولد ده طالما انت جبته لكن جبته بقى وقرفته ما طبعا هو اصلا مش هبعي يجي تاني صح لكن جيه وشاف التدير والحب خلاص لان زي ما بقولك هو فيه رابط في الدم نفسه هو حاسس بانه هنا الانتماء الاصلي نشوف الزلزولي لما اتعرض عليه يلعب لاسبانيا المغرب اختار المغرب من اسبانيا يعني كانت مؤفاله الموضوع في البداية ومصريين هم يضموه راح اختار المغرب وسبحان الله ان القدر يبقع المغرب امام اسبانيا في البطولة ولعب امامهم وخرج اسبانيا وكمل وعمل الانجاز مع المغرب فزي ما بقولك دايما فيه رابط بيربط اللاعب ببلده الام دي نقطة مهم بس مهم يلاقي التأدير دي نقطة مهمة اوي انا بس اللي بقى بيقاطش غيني ايه الرابط الدولي مش رابط بعقد زي الاندية يعني انت مثلا لو عندك لعيب ناشي انت متوسم فيه الخير في المستبل هتمدي مع عقد طويل امد فتضمن ان هو موجود معاك لحد ما يطلع الفريق الاول بس المنتخب هي ريسك بصراحة فانت انت بتتكلم في حتة معنوية معنوية بس انا واثق من نتجته طول ما الولد شاف يعني ان هو مرتاح وبيلعب وبيشارك خلاص هو عارف ما هو خلاص مطالما بيلعب وخد مكانه في السيستم بتاع الكرة في مصر وفي منتخبات مصر ما هو خلاص عاجلا او عاجلا عارف انه خلاص انا كده طالع هلعب مع المنتخب الاول وخلاص يعني واحد زي تيبو ده ما شاء الله وكان موجود على فكرة كانت مع كابتن محمود جابر راح المعسكر اللي هو اكبر منه بتلات سنين المعسكر الشغال دلوقتي طيب ده منتخب الشباب والناشئين هل في لعيبة دلوقتي جاهزة ممكن ضموهم على طول يعني عدوا المرحلة السنية ينضموا على طول المنتخب الاول ما يكونوا يشاركوا مع منتخبات مثلا من او من بلدهم اللي هم عايشين فيها وهم هم اصلا من اصول مصرية اه طبعا فيه جاهز فيه فيه هايسام حسن ده انا بعتبره يعني يمكن من اهم فعلا موهبة ما كانش اهم موهبة مصري تونسي ده فيا ريال الاسباني مصري تونسي فرنسي ولعب منتخبات فرنسا للناشئين ولعب كاس عالم مركزه ايه ده وينج وينج رايت نفس مركز محمد صلاح وبلعب كمان وينج ليفت بس يعني مهارة مش طبعي هم متأخرين فيه ده بقى لا ده مش متأخرين فيه وانا على تواصل مع الجهاز الثاني منتخب الاول سواء دلوقتي او حتى ايام كارلوس كيروش وكابتن ضياء دلوقتي مع محمد غرابة وفيه حد برضو في الجهاز الاداري اسمه علي محمد علي ممكن محدش برضو تعرف علي يعني بس من الناس اللي انا فعلا بيهتم جدا بالموضوع بطبع معي عشكده حبيت اذكر اسمه يعني اسمه هايسام ايه اللاعب اللاعب هايسام حسن هايسام حسن هايسام حسن في فيا ريال اه وهو حاليا في الساكن دي تيم اللي فيا ريال هايل بس تشوفه هتحس انه هو يعني بسعب سطر صبري في حزم امام يعني هو مهارة في محمد صلاح هو بس اللي انقصه يعني اللي يقل فيه عن محمد صلاح الفينيشنج وهو يقول بقى تصاص صغير ده عشرين سنة هايل لكن مهاريا اعلى يعني جات صحفة ماركا السنة اللي فاتت عملت احصائية لأفضل اللاعبين على مستوى العالم كله في المراوغات في معدل مراوغات اثناء المباراة هايل كان من الاول عشر على مستوى العالم هايل على مستوى العالم كله او مصر تونسي مصر تونسي فرنسي ولعب كاس عالم مع متخب فرنسا للنشئين تحت سماعات فرنسانة تونس اكيد يشتغل عليه برده اه فانت بتقول لي متأخرين فيه لا مش متأخرين بس لسه الامور مش قادرين احنا نحسنها بشكل نهائي فيه تفاصيل مش عايزة اقولها دلوقتي بس هو عنده الاستعداد لكن فيه شوية حاجات لسه محتاجة وقت علشان الامور تتحسم تونس بتتحرك بقوة مصر بتتحرك الحمد لله احنا بيشتغل عليه انا وتم اللي معايا ودلوقتي مع محمد غرابة والجهاز المتخب الاول بس محتاجين لسه شوية فيه محمد طلبة في بوخم الالماني والمسلم الحالي تصعد للفريق الاول من اول السيزن مركزه ايه مساك سنترباك برضو عنده 18 سنة دلوقتي وتصعد للفريق الاول لبوخم مش هيكش في مبارك الاسمية لكن كان بيبقى موجود دايما على مصر الالماني مصر الالماني وموجود برضو في منتخب المانيا تحت 19 سنة في الوقت الحالي برضو ده انا متخيل وقت ان شاء الله قصير وبإذن الله يكون لي نصيب ان شاء الله مع منتخب مصر ده برضو من الاسماء فيها عمر عبد المجيد والناس كانت عنه من فترة ان عمر لعب فريق اول لهمبرج الالماني وشارك في الدوري ده اصغر تاريخيا اصغر لعب يمسل وامورج وامورج احشوف نائبل كامي لحامس زيدان طبعا كان يعاب لهمبرج دولوقتي عندنا عمر عبد المجيد عمر ده اصغر لعب في تاريخ نادي هامورج يمسل فريق الاول وأصغر لعب هو هامورج دولوقتي طبعا انت عائفة πيم هم في الدرجة التانية مش بالعوي في البونس ليجي فعمر كمان عبد المجيد هو اصغر لعب في تاريخ الدرجة التانية الالمانية يلعب فريق أول فولد ممتاز جدا وممكن جدا نشوف مع المنتخب الأول لفترة جاية ممكن نشوف مع المنتخب وجبته على فكرة معسكر مع كابتن محمود جابر وكان عايز يجيب المعسكر الحالي فعلا بس الولد عنده إصابة فده اللي خلالنا هو مجاش وسيم أنا حقيقي أشكرك شكرا جزيلا اللقاء ده هيتكرر كتير الأيام اللي جاء إن شاء الله إن شاء الله يشارفني ونقعد نتكلم عنه كتير أنا فرحان أن أنت كنت موجود معي النهاردة وعارف أن أنت عامل مجود من سنين كتير ربنا أخليك كريم مشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز وسيم أحمد الناقض الرياضي المتخص في ملف اللاعبين المصريين بالخارج بعد الفاصل هيكون معنا الكابتن الكبير اللي عامل شغل عالي قوي كابتن أمير عازم مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد بعد عز الفاصل خليكم معكم